اكد معالي السيد احمد بن ابراهيم الملى رئيس مجلس النواب ان المنتدى العربي بمملكة البحرين وانطلاقا مما نص عليه دستورها وميثاق العمل الوطني قامت بالعديد من المبادرات المتقدمة في مجال حقوق الانسان عبر مبادرة صاحب الجلالة الملك المفدة لانشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان وانشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان والامانة العامة للتظلمات والمفوضية الخاصة بالسجنة والمحتجزين وغيرها من العديد من الانجازات والتي اثنى عليها المجتمع الدولي كفا جاء ذلك خلال كلمة معالي رئيس مجلس النواب في المنتدى العربية الاول بعنوان التهديدات الايرانية للامن الانساني العربي تحت شعار لا حقوق بلا امن والذي عقد مساء امس بتنظيم من الفيدرالية العربية لحقوق الانسان اختار المنتدى العربي الاول التهديدات الايرانية للامن الانساني العربي ان تكون بداية انطلاقه من مملكة البحرين تحت شعار لا حقوق بلا امن كبداية لبكرة عمل من المقرر ان تستمر بشكل دوري بين دول المنطقة المشاركة والذي تنظمه الفيدرالية العربية لحقوق الانسان في الحقيقة نود ان نصل الى الخروج باستراتيجية عربية شاملة في مواجهة التهديدات الايرانية لامن الانسان العربي واستقراره وكذلك شاعة الوعي في المجتمع العربي باهمية ان يكون الانتماء للوطن ليس للطائفة وليس للعرق وليس للدين وانما ان يكون الانتماء للوطن ما نراه احنا الحقيقة في الدستور الايراني وهو في المادة 154 في تصدير الثور وحماية المظلومين هذا بحد ذاته هو تدخل في الشؤون العربية والشؤون العالمية المنتدى كان بمثابة تحرك حقوقي عربي لدعم حقوق الانسان في المنطقة واخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول تفعيل كل الامكانات الوطنية والقومية من اجل حماية الامن الانساني العربي المؤتمرات والمنتديات التي تقيمها هذه الفيدرالية تضيف الحقوق المدنية والسياسية وايضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى الساحة المحلية والدولية الكثير يتكلمون عن انتهاقات حقوق الانسان السياسية ولكن تناسوا الكثير من الحقوق المدنية والحقوق الاجتماعية وايضا الحقوق الاقتصادية الملاحظة زارة التدخلات الايرانية في الفترة الاخيرة في ظل طبعا الجميع يواجه في تحديات اقتصادية والسياسية عالمية طبعا هذا يؤثر سلبا اكثر عندما تأخذ البحرين المبادرة وهي دولة تضررت كثيرا طبعا من اثر هذه التدخلات تأخذ المبادرة وتقيم مثل هذا المنتدى طبعا برعاية صاحب المعالي رئيس مجلس النواب هذا دليل على ان البحرين كانت ولا زالت تأخذ المبادرات فيما يتعلق بحماية طبعا امنها وحماية امن المنطقة ككل وحماية الوطن العربي هذا المنتدى هو بداية جيدة لتحرك شعبي عربي من اجل الوقوف غد التدخلات الايرانية السافرة في الشأن العربي منذ مجيء الملالي في ايران وهذا التجمع العربية في هذا اليوم سيعمل على وضع استراتيجية لمواجهة هذا التدخل شهد المنتدى ثلاثة جلسات رئيسية اضافة الى الاعلان عن تدشين المبادرة العربية لتعزيز الحقوق والامن العربي والتي تم اختيار عدو مجلس النواب البحريني جمال بحسن امينا عاما لها كما تهدف المبادرة الى دعم الجهود الحكومية العربية والخليجية والمنظمات لمواجهة الاخطار الايرانية واثارها على مستقبل الامن سارة البدري لمركز الاخبار تلفزيون البحرين